موسيقى الحقيقة أنا إنسان عادية ولكني اجتماعية جدا قارئة نهيمة ولدي عشق متنوع في كافة مسارات الحياة يعني عندي عشق إلى عملي تخصصي في أمراض جراحة اللثة لدي عشق في الإدارة وأنا أدير هذه المستشفى وفي السابع كنت أدير خدمات طب الأسنان في البحرين ومع منظمة الصحة العالمية لفترة طويلة لدي عشق للقراءة ولذلك قلت يعني ذكرت أني قارئة نهيمة لدي عشق للتاريخ فقراءاتي أيضا تتوجه نحو هذا الموضوع فلدي عشق متنوع والآن أيضا وأنا في الشورى لدي عشق العمل التشريعي فكل شيء أقبل عليه بصراحة يعني أدخل في هذا الموضوع بعمق وبحب الحقيقة أنه الوالد والوالدة يعني هاجروا من البحرين مع أخوتي قبل ما أنا يعني أجي فبعد سنتين من الهجرة هذه إلى بغداد أو بعد ثلاث سنوات الوالدة عادت لتضعني في البحرين بين أهلها وصديقاتها وأيضا لأنه هي أيضا كانت متعودة على القابلة القانونية لأول قابلة قانونية بحرينية فاطمة الزياني فأنا ولدت في فريق الحطب لم أستطع التعرف عليه بعد عودتي إلى البحرين لأن اختلفت الملامح ولكني ولدت في هذا الفريق وعندما بلغت الرابع أربعة شهور عدت إلى بغداد مع الوالدة وهناك نشأت كانت نشأتي الأولى في بغداد في بغداد طبعا في تلك الفترة كان يعني المجتمع يضج العربي عموما ليس في بغداد فقط وإنما المجتمع كامل يضج بموضوع العمل القومي العربي أنا نشأت في هذا في هذا الزقام والتحقق بمدرسة الحقيقة كانت مدرسة مختلطة اسمها مدرسة المغانم الابتدائية لمدة عامين خلال هذه الفترة طبعا عندي ذكريات كثيرة لا أستطيع هنا أن أتذكر كل شيء أو أذكر كل شيء ولكن أتذكر يعني الوضع الاجتماعي للعائلة أتذكر علاقات علاقاتنا بالكثير من العوائل العراقية العريقة واللي لازلنا نرتبط يعني معاهم بروابط منذ ذلك العهد لازلنا نرتبط معاهم بروابط إلى درجة أنه واحدة من العائلات نتخابر لازلنا كل أسبوع فإلى هذه الدرجة عندما أنهيت الصفة الثانية الابتدائي وبعد موضوع كان الوحدة موضوع الوحدة العربية كان بعدين قبل الوحدة العربية كان قناة السويس لازلت أذكر ومحفور في ذاكرتي موضوع سقوط العهد الملكي في بغداد ولازلت أذكر موضوع سحل جثة رئيس الوزراء نوري السعيد هذه لا أستطيع أن أزيل من مخيلتي أيضا لا أستطيع أن أزيل من مخيلتي موضوع أنه كنا نستمع إلى صوت العرب إذاعة صوت العرب في الظلام الدامس والدبابات تحيط بالمنازل في ذلك الوقت عندما جاء الرئيس عبد الكريم قاسم و كنا لا نستطيع التحرك حتى في المنزل طبعا إحنا كنا من الناس المراقبين لأنه إحنا كنا يعني موضوع القومية العربية هي الاتجاه السائد كان في العائلة ومع مجيء عبد الكريم قاسم هذا الموضوع يعني صار صرنا في محك ولذلك الوالد اضطر أنه يهاجر إلى الكويت اللي الحصول على عمل إحنا بقينا على أساس هو يعني يدبر أموره إحنا بقينا في بغداد وقبل أن يعني نغادر بغداد كانت كانت أخت جقيقتي فوزية هي تكبر نكسع سنوات كانت أيضا بدأت بالعمل السياسي في عمر الرابع عشرة العمل السياسي والقومي لذلك كنا أيضا مرصودين في إحدى الأيام قبل أن نغادر بعدة أيام يعني بغداد علمنا أنه الجيش سوف يقوم بتفتيش المنزل طبعا أول شيء سوينا أنه إحنا شننا صور عبد الناصر الشيء الثاني أنه لازم نشيل الكتب لأن الكتب كلها تعني بموضوع القومية العربية والتاريخ الإسلامي والقضايا هذه جميعها كانت مكتبة كبيرة بالنسبة للوالد ولشقيقتي فأنا من ضمن أيضا شلت الكتب معهم كان عمري تقريبا ست سنوات فشلت الكتب معهم وحطيناها في منطقة لا يمكن أن تخطر على البال في ذلك الوقت حمامات بغداد كانت تسخن من الأرض من تحت الأرض هذا الشيء يعني ممكن أنه ما يعرفون كثير من الناس في هذه الغرفة اللي نسخن فيها الحمام تحت الأرض تم التخلص لم نتخلصنا حفظنا حفظنا الكتب في هذه الحجرة وأغلقناها بأي شيء يعني بحيث أنه لا يمكن أن نخطر على بال أحد في اليوم الثاني فعلا إجاء الجيش العراقي أفراد كثيرة من الجيش العراقي دخلت البيت وفتشت المنزل حتى يعني الكنبات انفتحوا الفراشات كل شيء انفتح فبس ما شافوا شيء ويعني تركوا بعد عدة أيام احنا تمكننا من أنه نطلع من بغداد طبعا طلعنا بدون أي شيء جوازاتنا وثيابنا فقط وتوجهنا إلى محطة البصرة أو بالأحرى إلى محطة القطار في بغداد ذهبنا إلى البصرة ومن هناك استقبلنا بعض أفراد العائلة وأحنا اتجهنا إلى الكويت فهذه كانت رحلتنا من بغداد إلى الكويت في الكويت كان معنا أيضا خالي الأستاذ حسن جواد الجيشي اللي هو كان أيضا يعني مبعد في ذلك الوقت من قبل يعني الاستعمار أو من قبل يعني شنقدر ما رأي أقول كلمات يعني مبعد من قبل يعني لأن ما يحبون يقولون استعمار وإنما من قبل يعني الحكومة البريطانية في الخليج وكان مبعد في الكويت التقينا كعائلتين لفترة هذا العام أنا كنت في الصف الثالث الابتدائي في هذا العام أقدر أقول أنه نضم للعائلة فرد جديد تماما اللي هي طبعا أنت لأن ما تعرفين البحرين الأستاذ حصر خميري الأستاذ حصر خميري في ذلك الوقت كانت مع أختي فوزية في الثانوية العامة فبس كانت ساكنة لوحدها جاء أيضا السوء الثانوية لأنه كان البحرينيين في ذلك الوقت ما كانوا يقدرون يذهبون إلى جامعات إلا لازم يحصلون على معادلة أو يحصلون على الثانوية العامة إما من الكويت أو من بغداد فهي كانت في الكويت فإحنا ضميناها للعائلة الوالدة رأسا يعني خبرت اختفوزية أنه لازم نجيبها معانا وفعلا أقامت معانا لمدة عام طبعا هذا الانضمام كان أبدي في هذه الفترة طبعا الوالد دائما كان عنده حلم أنه يعيش في لبنان أو في سوريا أو في دمشق وأعتقد أنه انتهاء شقيق اختفوزية من موضوع الثانوية العامة في الكويت فتح أمام هذا المجال لتحقيق هذا الحلم وبالتالي انتقلنا كان هناك صعوبات طبعا بالنسبة للوالدة لأنه تعودت على الجو الخليجي بشكل عام وهي راح تنتقل إلى دمشق كانت دمشق نبض كبير في يعني الوطن العربي وكان الحياة الثقافية ولكذا ولكن كما أراد الوالد وانتقلنا إلى دمشق هذه النقلة كانت نقلة نوعية فعلا نقلة نوعية بالنسبة لنا جميعا بالنسبة إلي أنا كفيت طفولتي في دمشق وعشت فعلا طفولة حقيقية أكثر من الكويت وبغداد يعني كانت طفولتي جميلة جداً في دمشق وبدأت في مدرسة صفية القرشية في دمشق القديمة في باب الجابية باب الجابية هو أحد الأبواب السبعة لمدينة دمشق القديمة ويومياً كان يعني أجتاز منطقة دمشق القديمة عشان نوصل إلى البيت البيت صار فيه على حدود أو على يعني في ضاحية حديثة جنب دمشق القديمة فكان أنا علي أنه يومياً أجتاز الشارع اللي عادةً الشوارع القديمة في دمشق مرصوفة بالبازلت لأنه ما كان فيه سيارات كان فيه أحصنة فهي تشوفينها مثل اللي موجود في إيطاليا في كلها مرصوفة ببلاط البازلت فكان علي أنا أجتاز كانت عندي صديقة دمشقية عريقة جداً والحقيقة يعني مارسنا الحياة الدمشقية كما هي يعني ربما شيء غريب على البحرين يعني العادات ما كان عندنا سنبوسة وأشياء هذه وإنما كان عندنا كنا نخلط حمض الليمون بالنعناع اليابس هذه كان واحدة أو أن نحن نبتاع الكباد الكباد اللي هو الترنج دائماً يعطونا ملح معاه لازم نأكل ملح أو لازم نمر على معامل الأضامة بتعرفي الأضامة الأضامة هي الحمص المحمص أنت تاخدينا من المصنع إحنا مارين في كثير مصانع محلية هي تبيع هذه الأشياء يعني أو تسوي هذه الأشياء في البيوت فكان يعني جو لطيف جداً طبعاً الجو أول مرة نشوف الثلج دخلنا دمشق في حياة ثقافية زاخرة لأول مرة أشوف كنت المسرح في الستينيات والسينما الموجهة كانت من قبل الدولة اسمها سينما الكندي بعد مثل مستشفى الكندي سينما الكندي اللي هي كانت تابعة لأوزارة الإعلام وكانت تجيب خيرة الأفلام العالمية الراقية جداً في دمشق يعني ما قدرت شنو أوصف لش لأنه كانت الحياة جميلة بطريقة جداً يعني مبهرة لما خلت صف الخامس الابتدائي في صفية القراشية انتقلنا إلى منطقة أخرى اسمها ركن الدين هذه هي المنطقة على سفح جبل الأكراد الأكراد يعيشون في جبل الشيخ محيط دين فعلى حافة الجبل هناك حي كبير يعني يمتد إلى عدة كيلومترات يسكنون في اسم ركن الدين وعادة أيضاً منطقة الشركس موجودة في هذه الأماكن إلا أنه أنا مدرستي ما كانت في هذه المنطقة كانت في قلب جبل شيخ محيط وكان اسمها ستة الشام ستة الشام هي فاطمة خاتون بنت نجم الدين الأيوبي اللي هي أخت صلاح الدين الأيوبي فهذا كان واحد من المنازل تبعها في دمشق البيت جميل جداً مثل اللي تشوفين هم البيوت اللي في يعني المسلسلات السورية إذا تشوفين المسلسلات فهي هاي البيوت الدمشقية القديمة أنا كنت هناك في صف السادس الابتدائي والمنطقة وشهادة السادس سمونة سرتفيكة على فكرة كثير في ثقافة فرنسية في سوريا حتى التسميات والأشياء لأن الثقافة العربية هي السائدة كان موضوع الانتقال من السرتفيكة إلى مرحة البروفي اللي هي الإعدادي لازم تطلب امتحان وطني على مستوى الدولة فكنا يعني مو أن في المدارس لأ كان امتحان وطني يعني في قاعات جداً كبيرة وعادة ما في أي تساهل كان بالنسبة إلى اللغة العربية والرياضيات إلى درجة جداً كانت مخيفة بالنسبة للطالب لذلك كانوا الطلاب أو كنا احنا موضوع اللغة العربية نتشرب به تشرب يعني وأيضاً موضوع الرياضيات كان جداً حادين في الموضوع كثير في رسوب ولكن اللي يطلع من السرتفيكة اللي بروفي فعلاً كان ذاك الوقت كان شي عظيم استمريت أنا في دراستي بعدين بعد مرحلة البروفي إجت المرحلة الثانوية وكنت جداً يعني محظوظة أنه أنا حصلت على مقعد في مدرسة التجهيز الأولى وهذه المدرسة هي مدرسة نموذجية لوزارة التربية والتعليم في دمشق وكان المدرسين هما معظمهم من مؤلفي الكتب لأن مؤلفي الكتب هما أيضاً سوريين وكانت تحت إشراف من جهة فرنسية في الإدوكيشن فكانوا كل سنة يجون ويراجعون المناهج مع التدريس ويصير يعني دائماً أبديت أو تطوير إله هاي المدرسة النموذجية كانت جداً يعني جميلة أنا ما شفت يعني شفت المدارسة هني بعد أيضاً جداً كويسين بس كان هذه المدرسة كان فيها مدرج خاص إلى تجارب الفيزياء كان فيها أيضاً تقريباً أربع أربع مختبرات للأحياء كنا نشرح أرانب وأشياء من هذا النوع أوكي كان فيها أيضاً مسرح وكان فيها صالة رياضية كبيرة جداً لأن كل ثانوية دمشق كانوا يسوون الفعاليات الرياضية في التجهيز الأولى وطبعاً كان فيها غابة كبيرة من الصنوبر ومسجد وما أتذكر شنو مكتبة كبيرة في الثقافة الدمشقية بالنسبة إلى الدراسة هي ثقافة مختلفة وأنا أول ما جيت البحرين فعلاً لاحظ هذا الاختلاف لأنه إحنا لما نكون في المدرسة في دمشق ما نقدر إنه إحنا نطلع أي شيء خلال السنة يعني أنت من سبتمبر إلى جون أنت تكوني مدرسة بيت ما ممكن إذا تطلعين معناته أن أنت أكيد بتقصرين في العمل حتى كان العطلة الربيعية كانت مخصصة للبحوث وكنا نعمل بحوث في خاصة البحوث الأدبية نعملها في مكتبة الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس هو من الممالك إذا تروحين للتاريخ الظاهر بيبرس هذه المكتبة بنيت في القرن الثالث عشر وهي قريبة جدا من جامع الأموي فكنا نروح هذه المكتبة وهذه المكتبة عليها محاذير كبيرة جدا لأنها إرث تاريخي وثقافي كبير في دمشق فكنا لما ندخلها في إجراءات مشددة بس كنا نروح ونسوي فيها طبعا ما نقر نطلع كتب بعد ما خلص البكالوريا السورية جبت علامات عالية جدا وقتها وكانت أهلني لإخول طب البشري إلا أنه ما كنت أنا يعني في موضوع الطب البشري ما كان خاطر على بالي فلما رحت أسجل في الجامعة اتناقشنا في البيت أنه يعني شنو ممكن أسجل فكان موضوع التسجيل أنه لا ما تأخذين هندسة لأنه كان عندي أخوان اثنين مهندسين خريجين بغداد فأحسن نتأخذين مجالات أخرى فكرت في الفيزياء لأنه أنا كنت جدا معجبة بماري كوري أو اسمها ماني سكلودوفيسكا فكنت جدا 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 معجبة فيها وقريت هذه القصة هي كانت من مقررة علينا لما كنت في صف الثاني بروفي فقريتها يمكن خمس ست سبع مرات حفظت كل أخوات وكل هم شون راحة وشون زوجت فيير كوري وشون اخترعت اليورانيوم وإلى آخر فكنت فعلا يعني انتو فيزيكس وكنت أحب الفيزياء بس بعدين قاعدت أفكر قلت الحين أنا إذا دخلت فيزياء رح أصير مدرسة فدخلت طب الأسنان الحقيقة مجرد دخولي طب الأسنان من أول سنة أنا عشق طب الأسنان أنا كنت أحب كل شي يعني أحب كل شي في حياتي فعشق طب الأسنان جدا كنت متفوقة دائما وكنت خاصة أساعد زملائي في موضوع اللغة الإنجليزية لأنه كانت لغتي الإنجليزية قوية لأنه في عندنا مواد نحن صحيح ندرس بالعربي في جامعة دمشق ولكن كانت هناك مواد أساسية في الطب وطب الأسنان كانت تدرس باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية لأن مدارس دمشق فيها إنجليزي وفيها فرنسي وفيها ألماني وفيها روسي فأنا كنت أول شي فرنسي بس بعدين انتقلت باعتبار أن أنا يمكن مستقبلا أرجع البحرين فطلبوا أهلي أنه أنتقل إلى الصفوف الإنجليزية فكانت إنجليزيتي كويسة بسبب أيضا الوالد الوالد لأنه كان الوالد من خريجين بابكو يعني فكانت إنجليزيتها جدا يعني قوية أوكي طبعا أنا ما قدر يعني أروح من موضوع دمشق بدون أذكر شقيقتي اللي كان لها اللي كانت مثلي الأعلى لأنه شقيقتي إحنا لما رحنا دمشق انتقلت نقلة نوعية كبيرة جدا مثل ما قلت لش في البداية أنه صارت عندنا نقلات نوعية في حياتنا والنقلة النوعية بالنسبة لها أنه هي اشتغلت بالعمل القومي العربي في دمشق بالإضافة إلى طبعا أنها طبعا درست وخلصت بس كان اشتغالها بالعمل القومي بشكل يعني كبير ومثلت حتى الجمهورية العربية السورية في عدة مؤتمرات الشي اللي كان ملفت أنه هي رغم أنه سنها لصغير وإحنا يعني جايين من بغداد أو من في ذاك الوقت تعتبر دمشق متطورة جدا كانت مليئة دمشق بالصالونات الأدبية والأندية الثقافية استطاعت يعني أختي فوزية أن تحول منزلنا إلى منتدى ثقافي أدبي في دمشق حتى كان يطلق عليه بيت الأمة من قبل سواء البحرينيين أو من قبل العرب اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت كان الكثير من اليمنيين منهم يحيى الإرياني رئيس وزراء اليمن بعدين كل هذالين كانوا موجودين في ذلك الوقت اللي بعدين صاروا وزراء ورساء وزراء في الوطن العربي كانوا موجودين في دمشق في ذلك الوقت فهي استطاعت فعلا أنه أتأسس لهذا الموضوع وهذا طبعا يعني عطاني يعني يعني دافع قوي أنه أنا أخذ شيء من فوزية فوزية بعدين انتقلت إلى لندن وعملت في السلك الدبلوماسي في سفارة الإمارات العربية المتحدة لمدة 24 سنة مترأسة لقسم الإعلام السياسي وخبيرة للأحزاب البريطانية توفيت طبعا قبل فترة طويلة وتم تأبينها من العديد من الشعراء العرب والوزراء والسياسيين والدبلوماسيين والبريطانيين الحمد لله يعني كانت سيرتها معروفة على مدى الوطن العربي لحد الآن يمكن مو معروفة كلش في البحرين بس على مستوى الوطن العربي كانت يعني معروفة وخاصة ان هي حصلت على الوسام الفكتوري الملكي من الملكة الإيزابيث الثانية بسبب تميزها في العمل الوطني والعمل القومي لكافة الدول العربية في بريطانيا فكان لها يعني استطاعت ان تسخر مشاريع متنوعة وصارت احدى الاعمدة البارزة جدا في الجالية العربية في بريطانيا فهذه فعلا هي مثلي الاعلى بالاضافة الى اخوتي يعني كل واحد ما شاء الله عليه الان سوف اعود الى البحرين ولكن بسبب ارتباطي بزوجي البحريني كان علي ان اعود وفعلا كانت يعني كان انا العودة الى البحرين بالنسبة ايدي حلم يعني اشنون كان الوالد عند حلم الذهاب الى دمشق انا كان عندي حلم العودة الى البحرين حتى اني كنت اكتب شعر في هذا الموضوع مع انك كنت يعني صغيرة اروند خمسة عشر او اربعة عشر سنة بس كنت اكتب شعر دائما احلم كيف اعود الى البحرين لما رجعت البحرين وتتحق بوزارة الصحة اتحققت كثير من احلامي وانا معروفة عني حماس دائما حماس وشغل وجد في وزارة الصحة تم تبني ابتسام الدلال ذهبت للتخصص حتى يعني الاجانب ساعدوني كثير مو بس البحرينيين العرب المصريين اللي كانوا موجودين الانجليز اللي كانوا موجودين في وزارة الصحة كلهم مدوا لي فعلا يدي المساعدة انه انا اروح اتخصص في بريطانيا فرحت تسوي التخصص تبعي امراض جراحة اللثة في مدينة كاردف في جامعة كاردف ولما انهيت التخصص وليس لما انهيت التخصص عدت الى البحرين لما رجعت كان هذه نقلة نوعية اخرى في حياتي لانه لما رجعت كان عندي يعني كان عندي يعني حقيبة زاخرة من التجارب اقترحت منظمة الصحة العالمية انه ابتسام هي اللي تمسك صحة الفم والاسنان في البحرين ف بعد عامين من مجيي الى البحرين وكنت نشيطة جدا اسوي يعني معارض اسنان ومدارس وفي كل محل اقترحت اقترحت المنظمة انه انا اكون مسؤولة عن صحة الفم والاسنان في البحرين وفعلا عينوني رئيسة لدائرة صحة الفم والاسنان وكان في وقتها يعني الوزير الله يذكره بالخير وطول عمره استاذ جواد سالم العريض اعطاني الكثير من الدعم الدكتور إبراهيم يعقوب وكيل وزارة الصحة الاولية اعطاني ايضا كثير من الدعم ابو طارق الله يذكره بالخير الاستاذ خليل المريخي مدير المراكز الصحية كثير يعني كثير من الدكتور فيصل موسوي الدكتور راشد فليفل رحمة الله عليه محمد رحمة تاجر وكيل وزارة كلهم فعلا اعطوني يعني دعم قوي جدا جدا في مجال عملي وفعلا اطلعت بمسؤوليات عديدة كثيرة في وزارة الصحة كان من ضمنها يعني لجان طبية من ضمنها لجنة التراخيص كثير اشياء واسفة ان ما اقدر اذكر الجميع بس يعني فعلا حصل دعم كبير بعدها منظمة الصحة العالمية لما سوينا كثير من البرامج ومكان منها تأسيس برنامج صحة الفم والصحة الفنية صحة الفم والاسنان عن طريق الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية سوينا العديد من البرامج بحيث انه خلينا البحرين في مستوى يعني مرتفع جدا بين دول العالم في مجال صحة الفم وخاصة بالنسبة لاطفال من عمر ست سنوات الى اطناعش سنة طبعا كثير سوينا يعني مو بس بحوث وانما يعني دراسات ميدانية وبحوث كنا نعمل بحوث ايضا مع جامعة بيرغن في النروج كانت في بيننا بحوث مع بيني وبين جامعة نروج فالمهم انه لما شافوا هم هذا النشاط واحنا عرضنا عليهم بالضبط ما توصلنا اليه في البحرين عينتني وقتها منظمة الصحة العالمية او بالاحرى طلبت من سعادة الوزير وقتها الاستاذ جواس سالم العريض انه تعينني كعضو اقليمي او كمندوب اقليمي للمنظمة نفسها علشان انا يعني اقيم الوضع صحة الفم والاسنان في الدول بين ايطاليا والباكستان فاخذت هذا الموضوع العاتقي لمدة سنتين بعدها انا يعني فكرت انه يعني اذهب الى مجال اخر الى مجال الطب الخاص بعد كل هذا العطاء لمدة 17 سنة في وزارة الصحة طلعت الى الطب الخاص انشأت مركز كان ما في مراكز وقتها انشأت مركز لطب الاسنان متخصص جدا وكنت سعيدة جدا بعملي لانه ايضا افكاري بدأت يعني ما احب انه ابقى على شي يعني لازم اطور ففكرت بي موضوع المستشفى تأسيس المستشفى والواقع تأسيس المستشفى ايضا الفضل يعود الى هذه الافكار معي كان الدكتور نجيب جمشير الله يرحمه كان رئيس قسم الاشعة في السلمانية وكان رئيس التراخيص وايضا يعني كثير شجعوني جميع زملائي زملائي في مستشفى السلمانية الاطباء شجعوني انه انا اخطي هذه الخطوة وفعلا سوينا المستشفى طبعا ما كانت هالشكل هذه الحين ريسنت لي يعني مؤخرا يعني طورناها بهذه الطريقة يعني خلال الست سنوات السابقة انشأنا المستشفى عام 2008 انا كنت خلال هذه الفترة كلها يعني كنت نشيطة جدا في موضوع جمعية الاطباء البحرينية ولمدة 25 عام عملت على ترجمة كافة الملخصات للبحوث الطبية في مجلة الجمعية لانه انا ايضا كنت في مجلس الادارة وايضا كنت في مجلس الادارة جمعية الاطباء لما انفصلت جمعية الاطباء عن الاطباء عن اطباء الاسنان انا التحق باطباء الاسنان ايضا تقلت بعض المناصف في الجمعية بس بقيت احمل العضويتين لفترة طويلة انا كنت الوحيدة لأحمل عضويتين لجمعية الاطباء وجمعية طب الاسنان لفترة طويلة في عام 2010 اتغيرت الادارة في جمعية الاطباء وانا صار يعني الي 25 سنة اشتغل فانا الحقيقة يعني قلت لهم ان اعفوني من هذا الموضوع لان فعلا كان ياخذ كثير من وقتي كنت اترجم لا يقل عن 10 10 بحوث في الشهر فكان فعلا ياخذ وقت بعد هذا الموضوع جاء موضوع يعني تعيني بمرسوم ملكي في في هيئة تنظيم المهن الطبية اللي هو مجلس الادارة للمهن الطبية وفعلا عملنا بشكل مكثف جدا في ذلك الوقت لمدة تقريبا اربع سنوات في السنة الرابعة تم حل مجلس الادارة لهيئة تنظيم المهن الطبية وحل محله المجلس الاعلى للصحة يعني صارت هناك تغييرات ادارية وهيكلية في في وزارة الصحة بشكل يعني عام في مجلس الصحة ايضا اطلعت بعدة يعني مهام كان من اهمها انه تم تعيني من قبل المجلس الاعلى في لجنة لتكامل المستشفيات التكامل التام بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة في منطقة التدريب في موضوع الاجهزة في موضوع الاطباء في كل شيء يعني وفعلا كنا احنا نمثل الطب الخاص انا والدكتور عبدالوهاب محمد طبعا دكتور عبدالوهاب محمد انا اعتبر رفيلسوف الطب في البحرين وهو يعني من الداعمين دائما كان لي خلال مسيرة حياتي العملية فكنت انا مع الدكتور عبدالوهاب المثل القطاع الخاص طبعا كان فيه ايضا من قوة الدفاع وفيه من ملك حمد وإلى آخر يعني من جميع المستشفيات في البحرين وفعلا سوينا هذا الموضوع وسلمنا إلى المجلس الأعلى على أساس هما لا زالوا يعني يبحثون في هذا الموضوع لأنه فيه كثير أمور كانت تحتاج إلى تشريعات الحقيقة علشان تكتمل بالطريقة اللي احنا كنا نريدها بعد هذا الموضوع واستمراري في العمل في مستشفى الكندي طبعا كنت دائما أنظر إلى تطوير مستشفى الكندي وبدأنا بالتطوير عام 2017 في عام 2018 تم تعيني بمرسوم ملكي في مجلس الشورى طبعا أنا كان عندي خلفية عن موضوع التشريعات في موضوع الصحة بشكل أساسي من خلال عملي في جمعية الأطباء وأطباء الأسنان ومن خلال عملي في جمعية المستشفيات الخاصة وأيضا من خلال عملي في هيئة تنظيم المهنة الطبية فإحنا كنا دائما يعني نراجع جميع التشريعات اللي خاصة بالطب وخاصة بكامل الأمور الطبية والتخصصات والممارسات والأشياء هذه فالحمد الله أنه يعني أيضا أنا أحشق هذا المجال وكنت أورادي يعني أعمل فيه فصرت في مجلس الشورى شغلت في مجلس الشورى رئيسة للجنة شؤون المرأة والطفل حبيت هذه اللجنة كثير وتم تعيني كممثلة لمنتدى القياديات السياسيات اللي هو مركزة في مركزة في آيسلند أوكي بس طبعا يقيمون مؤتمراتهم بشكل رئيسي في بلجيكا أو اليابان أو يعني عدة دول فأنا لازلت في هذا الموضوع لازلت أمثل هذا المنتدى في مجلس في البحرين بشكل كامل وأيضا اطلعت بكثير من الأمور تم تعيني أيضا في مجلس أماناء التنمية السياسية معحد البحرين للتنمية السياسية المفروض أن هذا الدور نحن نخلص لأنه صار لنا أربع سنوات عملنا كثير خاصة بالنسبة إلى الشباب بالنسبة إلى الثقافة الوطنية والعمل السياسي في البحرين والتنظيم هذه الأمور كلها خاصة أيام الانتخابات يعني كنا نسوي ورشات عمل إلى المنتخبين كثير يعني فيها شغل وكنت أيضا طبعا عضو في لجنة الخدمات يعني لجنة الخدمات لجنة ثقيلة فعلا فيها كثير شغل مع انتهاء الدور الأول أيضا تم تجديد إلي للدور الثاني في الدور الثاني يعني إن شاء الله الحين رح أبدأ في رئاسة لجنة مهمة بإذن الله يعني أفكر بشكل أساسي في موضوع التشريعات الخاصة بموضوع الاستثمارات في مجال الطب في مجال الصحة نفكر كثير في مجال التنظيم المهني بطريقة تكون يعني ترقى إلى جميع المستويات العالمية وأيضا طبعا نحن ليس فقط يعني أنا عندما أدخل أو عندما أعين في مجلس الشورى ليس فقط علي أن أنظر إلى موضوع الصحة وأنما أنظر أيضا إلى كثير من الأمور خاصة بالنسبة إلى قوانين العمل إلى التشريعات الأخرى يعني إحنا كمشرعين ننظر إلى جميع التشريعات ونشوف شنو الأشياء اللي إحنا ممكن أن ننضيف فيها إلى البحرين ونعمل بهذا الخصوص يعني حتى عندنا لجنة مصغرة في الشورى من عدة أعضاء دائما فقط نجتمع للتفكير برينستورمينج للتفكير في ماذا يمكن أن نضع تشريع تخدم الوطن وتخدم المواطن فهذا الشيء مهم جدا فحاليا أنا في مجلس الشورى خلال هذه الفترة أيضا حصلت على جائزتين عالميتين الجائزة الأولى كانت من بريطانيا الجائزة الثانية حصلت عليها هي جائزة اقتصادية أيضا من منظمة الإويك أنا عندي طفلين كان عندي طفلين حاليا شباب هم عندي ابني نزار نزار حاليا هو محامي كوربارتلو اللي هو محامي شركات يعني استمتعت جدا بطفولتهم ويمكن كان أحد أسباب تركي لوزارة الصحة أو تركي للقطاع العام وانشغالي بالقطاع الخاص كان بشكل رئيسي كان عشان أنا أعطي وقت أكثر إلى الأطفال فأنا عندي كان وقتها طفلين نزار سمينا على أساس تعرفين الشعور القومي العربي لأنه هو نزار أبو العرب طبعا عندنا موضوع التشريع قانون الطفل قانون الطفل يشغلني حاليا موضوع الأطفال المعوقين الأطفال المعوقين يشغلنا الآن موضوع التشريع في هذا المجال الحقيقة وإن شاء الله في الدور القادم أستطيع مع بعض الزملاء المهتمين بهذا الموضوع أنه أنا يعني أنه جميعا يعني كفريق أنه نقدم شيء في هذا الموضوع إلى قانون الطفل أو إضافة تكون يعني جيدة إلى قانون الطفل مثل شلو؟ شلو الإضافة التي تحسينها؟ طبعا ما قدر أقول الحين لأنه ما يصير أن أكشف الأوراق بالنسبة للمرأة في البحرين نشيطة بطريقة ممعقولة جدا نشيطة ويعني أثبتت كفاءتها وأثبتت قوتها في الاجتماعيا واقتصاديا على جميع المجالات الحقيقة وطبعا الدعم اللي إحنا حصلناه كنساء بحرينيات دعم يفوق التصور سواء من المجلس الأعلى للمرأة سواء من جلالة الملك المعظم دعم دائم حتى أيام الكوفيد شفتي أنت الدعم أيام الكوفيد بالنسبة للمرأة أنها تعمل في البيت كان لأن أطفالها ما يروحون للمدارس يعني كثير كثير فيه كان دعم للمرأة وأيضا طبعا المجلس على المرأة دعم اقتصاديا بطبعا إعطاء قروض تشجيع على ريادة الأعمال أنشأ ريادات التشريعات التي يعني يعني صارت بالنسبة للمرأة غير طبعا التشريع الإسلامي الذي ينصف المرأة يعني أو بالأحراء يعني الشريعة الإسلامية فيعني المرأة وضحها جدا ممتاز طبعا في البحرين وأعتقد أنه هي رح تتقدم أكثر وأكثر شوفي أنا بالنسبة إلي موضوع تقدم المرأة لازم دائما ما يكون فقط في موضوع العمل والريادة في العمل أيضا في موضوع الأسرة لأن الأسرة هي أساس المجتمع فإحنا يعني إحنا ما نريد أن ناخذ المرأة تماما من الأسرة وإنما يجب أن يكون هناك في تنظيم معين بحيث أنها تكون مع الأطفال إلى فترة معينة مو دائما المرأة هي لازم تكون خارج المنزل عارفة شلون فلازم هاي الموضوع نخليه في بالنا لأن وجود المرأة خارج المنزل واعتمادنا على الخدم في التربية خاصة في الجيل الجديد الجيل الجديد كثير منهم مثلي أنا يعني أم وجدة لا أستطيع أن أكون مع الأحفاد في وضعي لذلك بنتي اختارت أن لا تعمل حاليا ممكن أن في أقرب فرصة لما شوي يكبرون الأولاد ممكن أن هي تشتغل بس ولكن بالنسبة لي أنا اعتمد على الوالدة شايفة شلون فجدا مهم أنه إحنا ما نعتمد على الخدم في تربية الأطفال المرأة مهم جدا أن هي تتعلم أن هي تعمل أن هي يعني تتقدم في المجتمع على تأخذ جميع الأدوار ولكن أيضا لازم يأخذ دائما في الاعتبار موضوع الأطفال والأسرة ترجمة نانسي قنقر